عندك محتوى ممتاز عندك افكار جميلة عندك معلومات تقدر تفيد في الناس بس خايف خايف من رد الفعل بتاع الناس خايف ان انت متكملش او خايف ما يكونش عندك الامكانيات خش معا الفيديو وانعرفك ازاي تكون صانع محتوى محترف ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم فيديو جديد مع محسن عتس الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن ازاي تصنع محتوى ازاي ان انت فعليا تبدأ تقدم فيديوهات او عتخلي حاجة توقفك عن الفكرة دي اللي بيطلع يعمل محتوى او بيطلع يعمل فيديو مهوش احسن منك مهوش اشطر منك ما تقارنش نفسك بالناس اللي بقالها عشر سنين شغالة او الناس اللي بقالها سنة او تلات سنين انت ابدأ وتوكل على الله ما تقولش لأ انا خايف من رد فعلي الناس الناس تقول عليها رخم ناس تقول عليها دم تقيل ممكن رد الفعل بتاعنا يكون وحش ما لكش دعوا بالكلام ده كله انت ابدأ واخد الخطوة اعمل فيديو اتنين لغاية عشر فيديوهات وشوف اين رد الفعل قوعة تزعل من الانتقاط بيجي لك بالعكس الانتقاط اللي بيجي لك ده خده سلاح ليك انت ان هو يخليك ان انت انسان تكون ناجح تبدأ تطور من نفسك تصلح الخطأ اللي تنوه لك عليه وتبدأ يعني تطور من نفسك ده اهم حاجة لكن ان انت تبني افكار في خيالك ان انا انا معايا حاجات كتير بس خايف اقدم فيديو لا قوعة يا ما احنا بنشوف كتير شفت على سوشيال ميديا في ناس بتقدم تفاهات وبتقدم حاجات مش تمام ويعني وللأسف نجحين هتقول لي انا ممكن اقدم محتوى حلو بس مش هجيب مشاهدات ما تخليش المادة او المال هو اول حاجة تبدأ تفكر فيها لو انت عايز تكون صاحب محتوى ناجح اول حاجة تفكر فيها فعليا ازاي ان انت توصل المعلومة للمجتمع ازاي ان انت تفيد المجتمع ده لو انت بتبحث فعليا عن الشهرة المحترمة وعن المحتوى المحترم اللي فعليا حتى يبقى ليك صدقة جارية او الناس تفتكرك به لكن لو بتدور على المادة فامر المادة سهل وانتو عارفين كويس ان بالتفاهات فعليا هتحصل المادة بس هل المادة دي هتكون حلال لا طبعا لانها يبقى مشكوك فيها الله اعلم انت بتستغل ايه او بتستعمل ايه عشان توصل بالتفاهة دي ان انت تكسب منها مال حتى لو على سبيل مبادئك او قرمتك او اهل بيتك او ايا كان لا صدع المحتوى المحترف اللي فعليا بيتخصص في شيء او عنده محتوى يعني مختلف في جماعي المجالات وبيبدأ يفيد بالناس انت عندك في قنوات اليوتيوب بتقدر تعمل اه فقرات او قوائم ممكن تكتب قايمة مثلا دي حاجات معلومات دينية قايمة معلومات عامة قايمة تانية حاجة خاصة بالهندسة قايمة رابعة حاجة خاصة بالتكنولوجيا الموضوع سهل وبسيط جدا مش صعب مش صعب للي عايز فعليا نطور من نفسه هدي جي تقول لي لما عنديش امكانيات انا عندي اول محتوى بس عندي اول حاجة نخايف ان انا اطلع قدام الناس هتكسف ابص للكاميرا لا لو انت عايز فعليا انت اعمل محتوى انسى موضوع كسوف من الكاميرا ده خالص بص للكاميرا ده فعليا او كاميرا الموبايل ان انت ده واحد صاحبك انت بتتكلم معها هديبقى صعب عليك في اول مرة عايز اقول لك هتوقض ممكن تصور مرة واثنين وعشرة وتعيد اوعى تزهق لو انت فعليا عايز تنجح اوعى تزهق ده حاجة كويسة انت عايز تصور من نفسك انا واحد من ناس اول فيديو قعدت عاملت وعايز اقول لك مرة واثنين وثلاثة لأ ده مش هبقى حلو لا استحالة الناس هتقول عليك كويس اوعى شيل من دماغك حتى ان الناس مش هتقبلني اتا ما تحكمش على نفسك الناس هي اللي تحكم عليك الناس هي اللي بتحكم من المحتوى اللي انت بتقدمه الحاجة التانية اتا مثلا الزاكرة عندك ما بتبقاش مساعدك انا في بعض الاحيان كده في معظم في فيديوهات اللي هي بفعاليا بقرأ من كتاب او بقرأ من ورقة انا مكتب فيها النقط بتاعت اللي انا عايزها وساعات بيقى في فيديو ارتجالي عايز اقولك الفيديو ارتجالي فعاليا بيبقى ساعات احسن كتير في الواقعية واحسن كتير في تلقي المشاهد لك بس لو انت حاسس ان انت هتطلقبط لا اكتب نقط في ورقة وابدأ اتعامل بيها في طريقة برضو سهلة جدا هتقدر تفيدك في المواضع دي ان انت تعمل ازاي قبل ما تيجي تصور ثري تو وان وتقوم ايه بدأ الموضوع بتاعك غلط بعد ما قلت اول جملة تقوم وقف وانت في نفس المشاهد بتاعك سبت نفسك جمع افكار اخد نفس وارجع ثري تو وان وتقوم اكمل تاني بالوضع ده والطريقة دي صدقني انت هتتعملكم في اول كامل ما باقول لكش ان الموضوع سهل بس يعني واحدة واحدة هتبقى متبرس فيه بعد اول فيديو اول عناء اول فيديو كده ويطلع السمرة طبعا انت اساسي هتستخدم فيه برنامج منتاج انا حتى اصاب لكم اسمه في الكومنتات واسمه فيها فيديو انا بستعمله بصراحة من البرامج الممتازة جدا في عمل المونتاج للفيديو بتاعك حتى لو انت عايز تعمل علامة مائية ده بعد ما بتخلص الفيديو بتاعك خالص بتبدأ تستخدم برنامج المونتاج ده ولو الحابب يعني يبقى عايز يعرف برضو الطريقة ايه يبقى يسيب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله عمل عليه حلقة تمام قبل اي حاجة برضو وانت جاي بتعمل الفيديو عشان الناس ما تزهقش منك اكتبها كده نقطة ان انت ما ينفعش تدخل تعمل مقدمة كبيرة اول عن نفسك او تخش تعمل انترو كبير يعد فترة اول فيديوهاتك انت خالص خش في الموضوع بتاعك على طول انا النهاردة جايب لكم كذا 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 انا جايب لكم مش عارف موضوع عن كذا 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 في ساعتها اهلا بكو اعزائي المشاهدين اخباركو ايه مش عارف ايه كتر الكلام الوقتي الناس بقت مستعجلة حتى بتعودها على شورتس والتيك توك انه اعايز الفيديو يكون سريع ما بقولكش ان انت بقى في فيديوهاتك كلها سريع لا انا يعني دايما عشان الفيديو بتاعك يوصل تشدي المشاهد انه هو يخش على الفيديو يتكلم يعني يفضل بيتفرغ على الفيديو يتكلم بدي تلت ثواني يوم يلقط معاك حاول تكذبه بكلمة معينة او بجملة معينة فعليا انه تشده انه يخش يتفرج معاك على الفيديو بتاعك دي اول حاجة الحاجة التانية ماينفعش تطلع وانت متدايق هو هتطلع السلام عليكم انا جايب لكم النهاردة موضوع كذا 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 المشاهد اثناء هيقرف من الفيديو هيحول عليه لا خش يبقى عندك نشاط ناقي الوقت اللي تكون فيه انت حاسس ان انت تقدر تبدع وتوكل على الله اول ما تتكلم في الموضوع هتلاقي يمكن الموضوع رابيت معك شوية بس صدقني لو انت متمكن من الموضوع اللي انت هتتكلم فيه هتلاقي لسانة ده اشتغل انت كده كانت تتكلم واحد صاحبك زي منا بعمل الوقت كده طبعا الموضوع ده انا مش هقول انها كنت في الاول فت يعني انا دخلت اتكلم كده لا تعبت طبعا في اول فيديوين ثلاثة بس والله يبقى الكاب تاخد على الموضوع ليه في الاستمرارية لان ده من ضمن الحياة اللي هتكلم فيها اللي بصراحة ضيعتني مش هكذب عليكم انا اتأخرت كتير قوي ان انا يعني اقدم محتويات كويسة على اليوتيوب اليوتيوب بيعاملك شركة وانت موظف عايز الموظف ده يبدع ادي كل يوم فيديو كل اسبوع ثلاث فيديوهات طبعا للأسف كنتش بعمل الكلام ده الظروف الشغلي حاجات معينة فعليها ما كنتش فاضلا نعمل الكلام ده ودي كانت مشكلة بالنسبة لي في حتة عدم الانتشار لأ ابدأ حاول كده كل يوم فيديو انت لسه بادئ كل يوم فيديو يعني ممكن خليها كل اسبوع مثلا ثلاث فيديوهات فيديوهين على الأقل مع مساعدة في عندك الشورتس طبعا ههوضح حلقنا برضو الوقت ان شاء الله عملي فيديوهات شورتس اللي هي 15 ثانية او 60 ثانية انا عايز اقولك ده ما بتاخدش حاجة انت ممكن لو فتحت كده الموبايل بتاعك وبتصور فيديوه على السريع اي معلومة انت ماشي في الشارع شفت منظر جمال حلوه الحاجات ده كلها بتجيب مشاهدات بتبدأ تنشرك على السوشيال ميديا فوعه يعني ده من ضمن الحاجات ان انت متبقاش ايه فيه خمول لأ تكون ناشيط وزال فرق الحاجة اللي بعد كده المهمة جدا الصوت الصوت قوعة ان انت تعمل محتوى ممكن تكون عامل الفيديو عشرة لعشرة بس الصوت الناس بس سامعها ده كارثة او الصوت في زنة او فيه هوا جديد مضيع الصوت خلي بالك من النقطة دي جدا ادي ممكن يكون الموضوع بتاعك حلو ومهم بس المتلقي او المشاهد مش عارف اسمع منك حاجة يقم يقلب الفيديو وتخلق او اصوات اللي حواليك في صوت بقع يال بتسرخ مش عارف لا ده فيه حد بيع مش عارف ايه دايما نقل الاوقات اللي تكون الدنيا هادية فيها تمام الحاجة المهمة برضو الاضاءة قوعة تروح تصور في مكان ضلمة ما ينفعش الناس لما تخش كده انت مش مهتمة اساسا يا عم هو ده ايه اللي ورا ده ولا مش عارف ايه لا تصور دايما في مكان نور عارفت الجيب رينج لايت كان بها ما عارفتش والدنيا مضلمة معاك خلاص اب استنى مكان يكون فيه الدنيا نهار كويسة مكان فيه زرعة حديقة اي مكان يكون فيه اضاءة حلوة وابدأ اعمل الموضوع بتاعك الناس بتتشدوا والله المناظر الطبعية دي وانا نفس اعمل الكلام ده على فكه لان فعليا احستها بفرق كبير لما كنتم اعمل فيديوهات في مناظر طبعية تبقى اضاءة ربانية ووشك واضح كلامك واضح للناس فدول من اهم الحاجات اللي لازم تخلي بالك منهم هتقول لي اصل مبايلي على قده حاول يكون الموبايل طوالما انت في مكان فيه اضاءة اضاءة جديدة شوية هيبدأ يجيب لك الصورة كويسة نوعا ما ابدأ بس ابدأ ما توقفش اهو حد يقول لك ايه اللي ها بتعمله وهتلاقي انتقادات بقى العلم اللي هي بتحب يعني بتهبط من عزيمة الناس لك ايه عم اللي انت طلع تعمله ده انا عملت مواضيع جد انت قط عليها من المعارف عملت مواضيع كوميدية او حاجات فيها كارتون انت قط عليها تعمله ده ما فيش حاجة بتعجيب الناس ما فيش حاجة بتعجيب الناس اعمل اللي انت مقتنع بيه اعمل الحاجة فعلية اللي انت متواصق وعندك يقوم مليون المية ان انت هتقدر تفيد بها ولا واحد لو واحد بس انتفع بالمعلومة اللي انت بتقولها فدايك فيك مدام ان انت مسعيك الاهم قبل اي شيء المال اللي بسعى المال في طريق المال موجود لكن انت لو انت عايز تسعى تكون صاحب محتوى راجح يبقى توقل على الله وامشي بالحاجات اللي بقولها لك وان شاء الله هتفيدك الحاجة بقى المهمة بعد الكلام ده كلهم متزبطوا وطبعا تكون متزبط الفيديو بتاعك بمقدمة وبعد كده في النص شرح بعد كده في النهاية بتاعتك الجميلة اللي هو يا جماعة لو عجبكم فعالية ما تنسوش من الكومنتات وما تنسوش من الشير واللايك الحاجات دي بتبدأ تدي دفعة لو حد فعاليا اعجب بالفيديو بتاعك هيبدأ سهل اه والله ده يستهل لان اعمل له لايك او عامل له سبس كرائب اهم شيء بقى من الحاجات المهمة جدا بجد الفرقة معايا ولا حصطها الايام اللي فاتت الترويج للفيديوهات وبرضه هسيب لكم الصورة ازاي انا بروج للفيديو بتاعي كان الاول الترويج لازم من جوجل ادس لازم تخش من على الموقع نفسه الوقتي حطه لك من جوا اليوتيوب نفسه بتخش على الستوديو بعد ما بتخش على الستوديو بتختار المحتوى بيتلاقي اخر خيار كده هعمل لك عليه علامة زي ما انت شاف في الصورة كده اللي هو الترويج بتبدأ الفيديو تعمله صح تكون انت عامل فيه كل حاجاتك صح الصح فيديو انت عارف ان هو متقن مليون المية وتقوم ايه عامله ترويج عايز اقول لك ان فعاليا هيفرق معاك في السبس كرايب جدا لان بيمقول لك الفيديو ان ينتشر في جمال انحاء اللي انت هتحددها طبعا البلد انت هتحددها سواء مصر المغرب السعودية الجزائر البلد اللي انت موجود فيها بتحاول ان انت تحط اسمها عشان ان شاء الله يتروج الفيديو فيها فدي كانت اهم ميزة بصراحة الترويج اوعى تتغافل عنها انت عشان قناتك تظهر لازم فعاليا تصرف عليها على قد ما تقدر ما تبخلش عليها هو لازم في الاول كده وده فعاليا كان من ضمن اسباب ناس كتير ان انا شفتهم ان هما كلمشهورين وللأسف انا عرفت ده متأخر بس هو اليوتيوب فعاليا يعني سهلها الوقت علي انت بتعملها من جوا اليوتيوب نفسه مش لازم تطلع برا طبيعا اولا بتخش عند هذه العروض الترويجية دي بتعمل بس بدء و بتبدأ انه يطلب منك ان انت توسق حسابك بايه عن طريق البطاقة بتاعتك بس تطلعهم الصورة كده وفي خلال اليوم ان شاء الله بتعرف تعمل ترويج للفيديو بتاعك الوقت بقى حاليا هنبدأ نعرض مع بعض ازاي احنا بنعمل فيديو على اليوتيوب اول حاجة انت ممكن بتصور فيديو بالكاميرا عادي وبعد كده هتعرض على اليوتيوب هبدأ الوقت كده ووريكو بقى ازاي ان احنا نعمل فيديو على اليوتيوب بنضغط كده نضغط على علامة اليوتيوب عندك علامة زائد تحتي في المصر قد تضغط علي الزائد بطلع لك كذا option اول option الاوتيوب او加و فيديوهات الشورت سيلي اقي اهوة التاني حاجة ليه ابلود فيديو باقي ابلود فيديو تجرب فيديو انت فعليا عامل فيديو وسجل انت عندك على الكاميره الالكاميرا عادي بتاعت الموبايل فتبدأ تعمله ابلود فيديو ويحولك عالطول على استوديو متاعك وتحمل الفيديو الي انت عايزه بعد كده عندك حاجة اسمه يجب الياف لو انت عايز تعمل لايف بس طبعا اللايف بيفتح عندك بعد تقريبا 1000 مشترك ومشترك رابع حاجة اللي هي create a post انت create a post ازاي كانتك بزبط تشغال على الفيسبوك او الانستجرام بتعمل بوست عادي لليوتيوب وبتبدأ تشيره عندك من الحاجات المهمة اللي هو يعني تقع في الفخ ده وانت بتصور الفيديو بتاعك هو عايكون فيه صوت شغال صوت اغاني صوت قرآن صوت ادعية لو انت في مول وبتصور وعايز تعمل فيلوج او كلام من ده وفيه صوت شغال في المول اغاني الصوت ده يظهر على الفيديو بتاعك انك هيجي لك بعد كده حاجة اسمها حقوق ملكية اه وحقوق الملكية ده فعلا هتقعوها عمله لك ايه عمله لك ازالة للفيديو بتاعك او يجي لك تحذير وطبعا تلازم تكون بها ده عن الكلام ده لو انت بتصور في مول وفيه اصوات بتبدأ بتقفل على برنامج المونتاج اللي قلتلكو عن اللي هو فيها فيديو ده بتقفل الصوت خالص بتاع الفيديو وبتبدأ انت تسجل صوت انت تشرح فيه عن المول انت شفت ايه في ايه ويبقى صوت بتاعك انت ده مفيش في حقوق ملكية او بتختار من مكتب اليوتيوب نفسها الميوزيك اللي هي خاصة بيهم وتبدأ تنزلها بس زي ما قلتلكم فضل يكون بصوتك انت او حاجة خاصة بيك انت عشان ملكية الفيديو بالنسبة للشورتس عشان ما طولش عليكم بنجد ده ضغط هنا على كريت شورتس اوه في عندك فوق هتلاقي عندك حاجة فيه خمستاشر ثانية دايرة اللي فوق دي لو ضغطت عليها ضغطة ايه كده يبقى ستين ثانية فده حسب الفيديو بتاعك انت عايزه خمستاشر ثانية او ستين ثانية بيجي اعمل اهو مثلا دغطت على ريكورد اوه زرار الاحمر وبدأت بالفعل ان انا سجلت الفيديو بتاعي او الحاجة اللي انا عايزها بعد ما بخلص داو انا عايز اخليه خلص دي اوه كم مش عايز خلاص بقوم دغط على stop هنا هو بقوم جاي هنا لبعد ما عملت الفيديو بتاعي بقوم دغط على علامة الصح هنا في اليمين وفي عندي هنا ظهر ايه تيكست الفيلترز الفويس اوفر فويس اوفر داو انا عايز اعمل اوفر بتاعي الاوبشار الجديد اللي هو السؤال هنا تحت ده ببدأ ان انا ايه اا اكتب السؤال بتاعي اي حاجة انا عايزها وباجي اعمل done كده فوق خلاص هو بقى موجود الساونس هنا بالنسبة للشورتس ممكن تختار اي ساوند عادي انت عايزه ما فيش مشكلة اي ادعية او اي حاجة ما فيش فيها اي مشاكل تمام بعد ما بتخلص الكلام دا عايز تضيف طبعا اي كلام عنوان للفيديو بتضيف له عنوان اها اوكي بعد كده بتقوم ضغط على next وبتقوم كاتب الى عنوان بتاعك هنا فوق اوفر التايتل عندك بتيجي تختار عندك لو انت عايز تكتب اللوكيشن بتاعك مثلا انت عامل الفيديو منين عندك حاجة تانية هنا اسمها related video دي لما يكون انت عندك فيديوهات قبل كده انت عاملها دي ميزة جديدة حط لها انت ممكن تختار الفيديو اللو انت عايزه بقى متضاف برضه في الشورتس عندك هنا انت عامل عارضة ترويج ولا حاجة بنضغط علىها بنعمل لها no وقت ما كده بتقوم عامل upload shorts كده انت خلاص already رفعت فيديو الشورتس الموضوع يا جماعة سهل جدا مش محتاج اي معاناة غير ان انت يكون عندك بس اصرار ان انت تنفذ الفيديو بتاعك على اكمل وجه وتوصل المعلومة بتاعتك يا ريت لو الفيديو عجبكو وانت معاي الى الان ما تنسنش طبعا من السابسكرايب والشير واللايك عشان برضو الناس كلها تستفاد وقبل اي شيء ما تنسوش الدعاء لأهلنا في غزة والسودان وتنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم